إسرائيل لا تزال تمضي في خطتها لشن هجوم على مدينة رفح المقتضى بحوالي مليون ونصف المليون فلسطيني رغم التحذيرات الدولية والأممية من كارثة رئيس الوزراء الإسرائيلي تعهد بالمضي قدما في الهجوم على مدينة رفح بعد السماح للمدنيين بمغادرة مناطق القتال لكن نتنياهو لم يوضح أين سيسمح للمدنيين المحاصرين بالذهب وما هي الضمانات إن وجدت التي سيتم وضعها لحماية المدنيين إذ توصل إسرائيل عدوانها الوحشي وقصفا لا هوادة فيه على قطاع غزة خاصة على مدينتي خانيونس ورفح التي تحولت إلى مخيم ضخم وآخر ملاذ للنازح وذلك بالرغم من الضغوط الدولية حيث أعلنت الولايات المتحدة معارضتها لشن هجوم على رفح بدون ضمانات بشأن أمن المدنيين كما حذرت أستراليا وكندا ونيوزلندا إسرائيل من النتائج الكارثية لمثل هذا الهجوم ووسط كل ذلك تتبدد آمال الفلسطينيين في رفح في ظل حالة من الترقب والنزوح العكسي باتجاه وسط قطاع غزة بينما اختار آخرون في رفح البقاء في المدينة المهددة باشتياح إسرائيلي واسع مكتفين بتجرع مرارة النزوح الأول حيث لا يوجد مكان آمن في القطاع في هذه الأثناء حذر منصق الأمم المتحدة لعمليات الإغاثة مارتين جريفث من أن الهجوم على رفح قد يؤدي إلى مذبحة في غزة وبعد 132 يوما من الحرب الإسرائيلية على غزة يطوق الفلسطينيون إلى هدنة لالتقاط الأنفاس وتوفير الإغاثة لهم وتضميد جراحهم ترجمة نانسي قنقر